قم من قول الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبة للمتحابين فيا والمتزاورين فيا من ذلك قام الحبيب العلمة عمر بن حفيظ بزيارة لبعض المشائخ في أرض الحبشة إضحارا للمحبة لبعضهم البعض ولنا أن نشم شذا هذه المحبة العطرة فيما كان من زيارات لأهل العلم والفضل تجالسا في الله وتزاورا من أجله وترويحا للقلوب بروح الأخوة الإيمانية وتقوية لأواصر المودة الخالصة ارتباطا بالأسانيد العلمية المباركة وتجديدا للهمم وتبادلا للهم في إصلاح شؤون المسلمين والبلاد والعباد ففي منزل مفتي الحبشة الشيخ عمر إدريس ترى حقيقة الإنسان العالم العابد الزاهد المتبتل الأواب ليس بعيدا عنه حال العالم المفسر الشيخ أحمد بن عبدالله الشيخ عمر واتي جارك أخذي ديجو عملو جارك أخذي ديجو الشيخ عمر مرحبا مرحبا حافظكم الله ولله الحمد الحمد لله على لقائكم أول الله عمركم في حافية هذه حركة حركة طيبة حركة مباركة لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيد مجد هارل ومجد المسلمين أمين 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 أم محمد الصافي وهو مظهر في التربية والسلوك بعيدا عند نايا السياسة وأخواتها وله التأثير في المجتمع إن لي في الله أمالا ضويلة وظنونا حسنا فيه جميلة